موسيقى 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 اهلا اهلا وسهلا كيفكم انا لاحظت انه في كثير كثير تعليقات حلوة وصلتني في فيديواتي اللي بالعربي انا مرة فرحانة انه في ناس يعني عرب وسعودين بالاخص يعني كانوا مشجعين لانه من جد شيء صعب انه بنت سعودية تسوي فيديو كذا بس انا يعني احس انه شيء مهم ان الواحد يعبر عن نفسه يتخيلوا لما انت تكون انسان طول حياتك ما تطلع نفسك ما تتكلم خليك ساكت ولا تلاحد يشوفك وبعدين يوم من الايام تقرر انك خلاص تعبت من انك يعني تكبت من الكبت تبغى يعني تكون نفسك تكون نفسك وبعدين يجيك كمان تعليقات سلبية زيادة يعني شيء صعب اشكركم كثير كثير على تعليقات الحلوة طيب فيديو اليوم هيكون عن الاشياء اللي احبها في السعودية يعني انا شفت صور وسمعت اشياء انه في اشياء كثير حلوة بس خسارة يعني انا حياتي ما قدرت يعني اخرج كثير او اشوف من جمال السعودية بس يمكن يوم من الايام طيب فاول شيء يجي في بالي شيء ضحك طبعا الاكل طبعا الاكل السعودي انا كمان ما جرفت كل الاكلات فاللي يجي في بالي كبسة طبعا اكتر الناس يعرفوا كبسة و انا احب الكبسة في ايام مرات ما كانت تعجبني وفي مرات تعجبني انا حسب ايقاس كيف يطبقوها لانه مو كل الناس تطبقوها نفس الطريقة فانا هجوت يا ربي علينا لماذا ادخلنا في هذا الموضوع كيف اسأل فيديو طبعا ما ليش اتحمل طيب فغير الكبسة الملوخية ماذا ذنب الملوخية هي اكل السعودية ولا لا بس انا احب الملوخية حطوها في اللستة في اكلة ماما تسويها كانت مرة طعمه ايش تسميها كانت محشية بس انا فيجيتاريان نباتية اذا ما اكل الا الخضروات يا ربي بس اضحك من يانت اتحمل مدري ليش احس ان الموضوع يضحك يعني انا ما اتكلم كثير بالعربي اولا ثانيا جلس اتكلم عن الاكل انا ما اظن يعني قدي جلست اتكلمت عن الاكل زي كذا ايش كمان احب السعودية الناس طبعا مو كلهم فيه ناس يعني طيبين ايش فيه في العادات والتقاليد انا احبها انا اؤمن انه فيه خير كثير في الدنيا فاشوف ان المان اسافر برا اشوف انه هو صح حماني الكبت حماني من اشياء كثير بس في نفس الوقت حرمني من اشياء كثيرة من تجارب كثيرة من اشياء تفتح عقلي وتعلمني انا فاتكلم اشياء احبها في السعودية وارجع اتكلم في الموضوع ماني عارفة والله انا اسفة خلنا افكر اكثر طيبش يلا احبها في السعودية غير الكبسة يلينا اوه فيه ذكريات حلوة اوه اذكر لما كنا نروح مع خالي البحر يا سلام كيف كان حلو نروح ناخد ايس كريم بالسيارة ناخد ايس كريم وناخد بليلة يوم 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 احب البليلة لانا الحين اسويها تقريبا كل كم يوم تلاقييني جاسعة كل بليلة بس مو طبعا زي حق الجدة غير جدة غير المهم يا ربي انا والاكل منعرف اجيب البرد يعني حلو البرد يعني البرد تقريبا حلو بسعودية ايجيب حلو لما يكون مرة ونطلع نشوي ذرة ايش اسمو 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 ماني كن اذكر اسمو اسمية البني كنا نحب ناكلو أقول جوز الهند يا ربي ما ترش اسمه كان هنا في طرف لساني مرة يقهر لما تقشره ويمسك في ضفرك صعب تكشيره أحيانا في طريقة شفت فيديو طيب بحرت وطلع الاسم أبو فروة لقيت مكتوب أنه أبو فروة أو الكستناء يا أبو فروة يا جن يا ماء أحلى وطاش مطاش في رمضان يا سلام كان مرة حلوة نجلس كذا كلنا نضحك لفي لفي يا حمامة وارجعي لي بالسلامة خبريني عن أحبابي عن أصحابي في أرض بلادي خبريني هذه الأشياء الحلوة خي سلامة خير أن أتذكرت بعض الأشياء كمان شي أحلوة في السعودية والتوت أعصير التوت في رمضان كمان أحب طبعا أكل رمضان يعني شي غير العيد واللبس الحلو كمان أحب في السعودية أحلى الذكريات أني لما كنت نجتمع مع أقاربي ونجلس نلعب مع بعض ونسوي مسرحيات يا سلام مرة كنت أحب مسرحيات ونصور فيديو طبعا أنا حتحب شغفي ايش كمان في رمضان كنت أتفرج على فول حاوس ويش كان في شي ثاني كان يجي بعده والله نسيت كان يعني كذا كم شوز كنت أتفرج I think إنو كانت قناة MBC MBC 2 ولا يا حسنا أنا جلسة أتكلم على يعني أشياء مرة من زمان أوكي من يعني سنة 2000 يمكن قبل 20 سنة يا ربي أنا بصدية كنتش أنا كبرت أنا حصير حصير ثلاثين يا ربي أحس مرة من زمان أحس أني كبيرة طيب فكثير برامج في رمضان كانت تجي مسلسلات إذ كانوا كل صديقاتي يجوز يتفرجوا على العربي أنا كنت أجلس وأمضضحك ما ترى ليش كان يضحكني مرة أحس كذا ما هو يدخل العقل يعني الناس كف يقول سوجي طلقني طلاق وبعدين كله كذا يعني مآسي وكانت تضحكني وبعدين إيش فيها جني دخل فيها جني والثاني سحرتها عشان تبغى زوجها والقصص المهم بس كانت في أشياء تخوف خاصة لما يجيبوا لك موضيع الجن وإنه دخل جوتها ويلا الله يجي الشيخ وحاول يطلحها هذ كانت يعني فيها أشياء كانت من جد تخوف فرمضان يعني والله إحنا جعانين ما هو كفاية الجوع وبعدين كانوا يسووا كثير قصص على الخدامات إنه كيفهم يسووا السحر وهذه كل فترة أنا يعني أذكرها كثير وكان في برنامج ثاني كذا مره يضحك نسيت اسمه إيش سي بي أم يا زي بم بي سي سي بي أم سي بي أم كان كذا كوميدي كان مره يضحك هذه بس الأشياء اللي أذكرها الآن أكيد حتذكر أشياء كثير بعد ما أطف الكاميرا بس الحين أعتقد إنه هذا كفاية للفيديو اليوم إن شاء الله استمتعتوا بالفيديو وأخذتكم وره معايا ذكريات زمان وذكرتكم بأشياء حلوة إن شاء الله غير قصص الجنة لا تتذكروها انسوا 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 وعلى فكرة أنا سويت لكم تليلست خاصة بفيديوواتي اللي بالعربي عشان أسهل لكم البحر فالرابط حيكون أسفل أو هنا إذا عجبكم الفيديو سووا لي لايك وسبسكرايب ولا تنسوا زر الجرس عشان لما أسوي فيديو جديد يجيكم تنبيه على طول أشوفكم في الفيديو الجاي بيووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو شكرا